في خبر غريب تنقلته مواقع التواصل الاجتماعي أفاد بأن الشرطة السعودية ألقت القبض على عامل أجنبي ومعه 72 قنينة بول بشري تبول بشري 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 عبأها بنفسه من بوله الخاص سه من بوله الخاص سه من بوله الخاص وكان يبيعها إلى السعوديين والمقيمين على أنها بول بعير وقد اعترف العامل أنه واضب على بيع بوله لأكثر من أربع سنوات في مجتمع يعتبر بول البعير شرابا سحريا للاستشفاء من المرض وزيادة القدرة الجنسية وكانت الشرطة السعودية في مدينة جدة قد أعلنت منتصف شهر أغسطس الماضي إلقاءها القبض على مقيم من باكستان يدعى باسن تورشيد مضيفة أنه وردت معلومات من الدوائر الصحية بأن المذكور يبيع بوله الشخصي على أنه بول بعير يبيع بوله الشخصي على أنه بول بعير وأوضحت الشرطة بعد التحقيق بأنه يزاول عمله هذا منذ سبعة أشهر ويستخدم التقطير ويعلب بوله وقد استغل بحث الناس عن بول البعير ودفعهم لمبالغ طائل للحصول عليه للتداوي بالقيام بغشهم وخداعهم وألحاق الضرر بهم ترجمة نانسي قنقر